بنات ان اتهورت usherit حاجاتes ktere au مش عارفة هكمل 1000 million حياتي ازاي لا نعمش والكم من technically what會law ill say او باقي السنة ازاي لا انا صرفوا كل ما في BRIchl بلان انا نفسي مش قادرة امدي ايدي الاي حاجة غالى مفرغو عليها الاول فتعالوا يلا نشوفها نشتريت ايه اول حاجة جبتها هو فول سوداني من البرتشن ده جبت فول سوداني اصواني اللي هو العادي وبعدين بقى دوقني ده فقلت لأ انا لازم اجيبه بس هو شكله عامل ايه اصلا باستعمه خطير حلوة او ملح ومزبوط كمان كان غايب بالنسبة لي ان احنا هنأكل الفول بقشره وهدلع طعمه حلو تاخده شوية طعمه حلوة او بجدا انا عايز اعود اكل فيه بس اكيد احنا ورانا تصوير حاس الحاجات دي شغلها لطيب بس هي بتشغل الافر حاس ان احنا مش هنعرف نكمل الفيديو كده مع بعض استنوا بقى مقلعة اتنين كده خلينا بواحدة بصوا بقى قبل ما افرقوا على الحاجات اللي انا جبتها كنت عايز اتكلم معاكم شوية عشان انا شوية الحاجات اللي انا جبتها دي او مبدئين اول حاجة انا جبتها هو ده اللي انا لبس اي ده يعني كله على بعض وما فيهم الطب هندخل دلوقتي في المشتريات وكل حاجة هو الفيديو بجد مش ناكت خالص بالعكس انا مستقبل الحاجات اللي انا جبتها دي عشان انا بقالي فترة كبيرة او ما جبتش حاجة لنفسي لنفسي فعلا يعني دايما كنت بجيب حاجات اكتر للبيت حاجات للاولاد حاجات تنفعني في الشغل في التصوير عمتا حاجات مفيدة يعني يعني وقت اما كنت مفكر اشتري كنت بشتري عشان الحاجات دي حتى في اللبس مسلا كنت اجيب الحاجات الستايلات اللي تبقى مناسبة اكتر للتصوير هنزل اصور بره هصور في البيت اي حاجة فكنت بشتري عشان كده انما الحاجات اللي انا اشتريتها دي شوية عشان انا الحمد الله وكل حاجة بس انا نفسيتي مش احسن حاجة الفترة دي بصراحة عشان انا رجعت من المصيف لو بتاع الساحل ده مجد ما كانش مصيف حلو ابدا والكواليز سبحان الله ازاي ما احنا بنشوفها يعني الفيديو بسط ناس كتير قوي وكانوا مبسوطين بالفلاج وبالاجواء وبالتفاصيل واه احنا كمان بيحصل معانا كده وكان موضوع لطيف يعني بتاع الفلاج اللي هو نزلته لكو ده لسه من قريب بس انا من نسبيلي لأ اكان مسئولية او زيادة عن نزوم وما فصلتش رغم انها مفروض واخد اجازة بقى وما بصورش اي حاجة غير يدوب شطات بسيطة كده واصلا حط عليها فايس اوفر فمش مشكلة اي حاجة بتحصل انا بصور شطات سريعة كده وخلاص فالمفروض انها كنت فاصلة ورجعت المشاكل ورجعنا بقى يعني اتحبستنا شوية في البيت عشان العيد عشان مش بخرج قوي في العيد الوقت كان نطيف ومسلي وكل حاجة بس انا كنت بستنيه العيد دي يخلص بسرعة عشان اروح للدكتوره لان انا اتبهدلت وحتى العيال سيخنوا مننا بقى وتاعبوا بس قلت الحمد لله ان هم تعبوا هنا يعني ما تعبوش هناك كده هتبقى ازمة لو تعبوا هناك بس معت الفكرة انه ده كترة وكل الناس كتواخده اسبوع كله اجازة وانا كنت عايزة اروح قوي للدكتوره عشان اجسمي ببهدل او طالع عندي اللي هي الحساية الحشرية وده على الفكرة بقت يعني منتشرة الفترة دي يعني قبل كده ما كانش موجودة قوي دلوقتي لأ بقى ناس كتير ممكن تحصل لها وانا اول مرة تحصل لي والحمد لله بحمد ربنا طبعا ان حتى لما حصل لي مشكلة في وشي والحمد لله الحد ما بدأت اتعالج يعني منها وبدأ وشي يروق ان انا كنت النص ده كله حبوب ملتهب وكانت حالتي صعبة وكنت بصور بالعافية وكان لازم اقعد اداري كتير بالميكوب المهم ان الحمد لله الحاجات دي ما جاتليش في وشي يعني بس انا عندي حسية حشرية وجاتلي في الاطراف حتى انا في حاجات لسه موصلتش انا طالب اكتر من طب اللي هو بيبقى من هنا كده بيبقى مغطي عشاء اهو ليه بيقول لي اخذي الموضوع عادي وطلقا يتكلمي عادي وفيها ايه بس انا بيني ومن نفسي عارفين انا متضايقة بصراحة شوية عشان اللي في ايدي ده كده اولا ده اول حاجة موجودة هي جاتلي في الاطراف يعني جاياني من هنا الهنا ومن هنا الهنا وفي رجلها الاتنين نفس الاماكن ده نوع الحساسية اللي عندي فكنت بالدقيقى قوي من شكلها خاصة انه اولا احساس القلم عندي عالي جدا يعني انا بحس بالشكة بالحاجة وحساسي كمان ان ده حصلي بسبب حشرة يعني هي حشرة هي قرصة واحدة هي تعمل بقى الانتشار ده وكمان انه حاجة في جلدي وحاجة باينة قوي يعني انا بالنسبالي حتى لو انا عيني شايفية عارفين حاجة في ظهرك مثلا مشايفها قوي انما لو حاجة في وشك طول الوقت رجلية الاتنين حرفين ده اهوان حاجة موجودة رجلية الاتنين قدامي طول الوقت انتو عارفين في الصيف لابس امراحتنا طول الوقت وكده هدخل هتوض هدخل عامل فمن نسبالي انا متضايقة من شكلها وكمان هو كل ما يلم يفتح تاني كل ما يلم يفتح تاني لانه جرح كده مش عايز يلم و بلاس كمان ان انا اصلا جسم بيسيب اثر من اي حاجة اي حاجة اي خربوشة اي تعوير اي حبا اي حاجة بيسيب اثر جامد فكون هم هيسيبوا اثر دم ده اني اوي يعني فكنت حاسة ان انا محتاجة اعمل حاجة جديدة محتاجة افصل محتاجة اوي الحمد الله وان هي حاجة بسيطة برضو في النهاية فيعني عادت بقى اشتري شوية حاجات كده ندلع نفسي افرقوا عليها كلها عشان انا مش عارف استخدمها من غير مفرقوا اصلا عليها انتو عارفين بحب اوريكو الاول بعد كده بقى ابتدي استخدمها فقلت بقى لما اعمل معاكم الفيديو ده ودعواتكو كده انا طبعا يعني بستخدم العلاج تقريبا كل ساعة كل شراء ادهن واخد حاجات وبرس تصدقوا نسيت اخد دول حاسية وفوت باخدوا مرتين في اليوم المهم الفيديو الجدي مش نكت خالص خالص فانا الفترة دي مستمرة على العلاج بس انا جبت كزا طب بقى اللي هو بيتلبس كده في الصباح انا متضايقة مشكلها بصراحة انا متضايقة او مشكلها خاصة ان هي ما بتخفش يعني او كل شراء ما عارفش في ايه هي دي مسلا لو ارسايا ارسا خلاص ارسايا لو ارسا خلاص يعني فهمين هتلم مع الوقت مع الكمية الكريمية والحاجات مضادات الحساسية والحاجات اللي انا مخدها دي تلم. لأ اهي كل ما بتلم تحسوا ان هي بتتقشر لوحدة وتفتح تاني وتلتهب تاني. فوش هتسيب قصر يعني. فانا مضايقة من الموضوع ده فقلت على الاقل الفترة دي ممكن قلبس حاجات تداري ببعض الفيديوهات. عشان اه نفسي مكونش مضايقة. يعني قبل ما دايق اي حد لأ عادي. بس انا نفسي مكونش مضايقة من شكلي وكده. فبعدت بقى جبت كزا حاجة بس ولا حاجة منهم وصلت. فقلت لما اصور بقى بالحاجات اللي عندي. كمان اشارك معاكم مشتريات اللي انا جبتها. نعارفها برضو في كتير او بيحبوا نوعية الفيديوز دي ويحبوا كده فكرة الشوبينج. وانهم يتفرجوا على حاجات جديدة ويفكروا في حاجات مثلا ممكن يشتروها او حاجات يستبعدوها. يعني عشان كده قلت لما اعمل معاكم الفيديو ده. فخلينا بقى نتفرج على طول انا اشتريت ايه? فيديو اللي الرغي بس اوكي انا مستعد على فكرة. ممكن نرغي مع بعض كتير. بس خلينا النهاردة نركز في الحاجات اللي انا اشتريتها. الفيديو النهاردة بجد كله دلع. فهي تبقى حاجة تشربوها ويلا بينا. او الحاجة بتاقوها هي الطرحة الكويت دي. وبجد عجباني اوي كان نفسي اوي مسلا في طرحة يبقى فيها تفاصيل كده رقيقة. تدي منظر وفي نفس الوقت تبقى بلوني المفضل في الحياة وهو الاسود. فعجباني كخامة كشكل كستايل ككل حاجة عجباني اوي. وجبت واحدة كمان بس بقى ايه داير مويدور كده. يعني دي حجر ايه او سيمبل لو عايز اعمل فرح اعمل فرح على فكرة. اهو في الطرحة دي. بصوا دي تفاصيلها عاملة ازاي? طحفة طحفة. يعني انا جبت دي في الاول بعدين ما قدرتش قلت لأ انا هروح اشتري دي برضو فجبتها. وجبت كمان طرحة. عجبني برضو قوي ان الشغل بتاعها على الطرف بس. يعني هي في النهاية. تبقى طرحة مسلا شيفون سادة بس تبصوا التفاصيل بتاعتها قدقت جنن. جد اللوني جنن والتفاصيل تجنن. عجبتني او برضو. انا اصلا كيف الترح. يعني اسألوني ايه اكتر حاجة بتحب تشتريها. ولا شنط ولا شوزات ولا ايه حاجة ترح. انا حب الترح زي عناي. فجبت بقى التلاتة دول وهنزل اجيب تاني برضو ان شاء الله. دول انا جايباهم من دوبتة وجبت كمان بندانة انتو عارفين يعني البندانات دي بتاخدها ايه? يعني اي طرحة كده تشتريها تجيب لك بندانتين تلاتة عشان بينفعه برضو. تاني حاجة جبتها وهو اولا التوب اللي انا لابسه اللي هو لونه اصفر ده. واحد حاجة فيه ان هو كمان متبطن. يعني انت مش تقودي بقى تلبسي طوب فوق طوب عشان تقدري تلبسي الالوان الفتحة اللي انت عايزها. لا هو متبطن من تحت. فوقت لما اجرف لون لو عجبني هجيب تاني في شكل كده هجيب تاني. خاصة مع الالوان الفتحة بجد الموضوع بيفرق قوي. عشان مناعدش بس نلبس الطبقات ونبقى حررنين اكتر ما احنا حررنين. وجبت كمان الجاكت الجينس ده عجبني او ان هو لونه فوش يا كده فتحسوا ان هو بينور بجد وبيدي تفاقل للحياة. من لي تقريبا كيبته عشان لونه. لكنها عندي جينسات كتير جدا. بس اول ما لقيت برضو جاكت جينس تاني جبته. احلى حاجة فيهم انا جابهم من واتساب. احلى حاجة فيهم بقى ايه? ان هم مريحين كده عارفين. في قماشة كده للجينس تحس ان هي مش بتاخد وبتدي معيك. في نفس الوقت بتبقى تقيل قوي على ان احنا نلبسها في الصيف. فدول عجبوني ان هم اولا تستييلهم مريح كده وينفع تلبسيهم باكتر من طريقة. وده طبعا لونه شديني جدا. والحاجة التانية ان هو مريح قوي مش مدايقني خالص. ومش حاسة اصلا انها لابسة حاجة جينس يعني. يعني شكلا مديني شكل الجينس بس الماتيريال بتاعته مريحة قوي. الجينس التاني بقى هوريهو لكم بس انا نزل اصور بعد شوية في قرتي كده ولا كده هتصور بيه وهتشوفوه علي يعني. بس قلت لما فرقوا الاول على ده والتاني بقى تبقوا تشوفوه ان شاء الله لما اتصور بيه واصور بيه حاجة. فرشة شعر الخشب دي. عشان انا وعيالي كلنا منتخاني على فرشة شعر واحدة. كل ما جيب فرشة وحطوها على التسريحة يعودوا ياخدوها ويضيعوها. كل ما اجيب لهم فرش برضو ياخدوها ويضيعوها. ففي النهاية يعني بترسل كلنا بنستخدم فرشة واحدة بس. فجبت واحدة كمان بقى عشان اسبها لهم يمكن ما يضيعهاش المرة دي. ويسيبوا لي الفرشة بتاعتي في حالة. ودي كوتون بات. عدية لا عدية. جبت الحلقين الكيوت دول. بصوا انا جبتهم عشان هما سعرهم كم? الواحد تسعة وخمسين جنيه. انا كنت بشوفهم اونلاين انا مش شايفة فيهم فكرة مبهرة يعني عشان يبقى الواحد مسلا معدل مية وخمسين. فاول ما لقيتهم بقى بالسعر الجميل ده. جبت الاتنين. جبت واحد سالفر طبعا. وجبت كمان الجولد ده عشان انا برضو كنت شايفة اونلاين كان برقم مقدر ويعني وهو ما نفس اللي يعني هو ما فوش اي فكرة بصواح عشان ادفع فيه. عارفين لو في فكرة او حاجة مختلفة او مميز فعلا. اوكي ممكن ندفع فيه بصوا حرفيا سادة وسيمبل زي ده بالذبط. وبرضو بيضاوي كده شوية. فاول ما لقيت دول تسعة وخمسين جنيه طبعا جبتهم على طول. بالمناسبة ده كده اسم المحل اللي انا جبت منه الفرشة دي وجبت منه الحلقان. هو بجد اسعاره حلوة قوي وعنده شوية ديكورات كده وحاجات حلوة قوي. في كمان النيل بوليش ريموفر ده عشان ده بجد حلوة قوي من احنا الانواع فعلا ان انا جربتها وبيمسح على طول من غير ما يطفي الضوافر. انتوا عارفين فيه انواع كده وكي ممكن تمسح لك المانيكير على طول. بس تلاقيها في نفس الوقت طف الضوافر كده وبقى شكلها وحش قوي من غير مانيكير. ده مش بيعمل كده وكان ناقص بقاله فترة كبيرة حتى قد ناقص اندينه في اي مكان. فاول ما لقيته وجبته على طول. اشكله عشان لو حابين تتاخدوه سكرينشوت انا مجربا ودي تقريبا تالت عبوة مسلا اكررها. الزرع دي انا بحب الزرع قوي وبحب شكله في البيت حتى لو مزدرع طبيعي انا بحب شكل اللون الاخضر والزرع في البيت. فدي اعجبتني قوي ودي سعرها ماتين وخمسين جنيه. حلوة وكمان شكلها في الديكور طحفة. حبتتها عندي بقى في الرف اللي في قدتي عشان بجد شكلها جميل بس اجبتها تاني عشان اصورها لكل قوي وبعيني هرجعها مكانها. وجبت التوكا دي لجوزي كرة عينيش ان هو يعني على طول بيعمل ده شعره ومفلفل كده بقى. فلما بيحط التوكا كده ويلمو شواه بقى شكله امر امر امر. المهم يعني فدي جيبتها من اخلى عنقود خمسة وتلاتين جنيه. وانا جاب له كزا واحدة بس انا اخدت واحدة عشان افتكر ان انا اضمها للمشتريات بتاعتنا. فجبت له بقى التوكا دي. وانا اوقات بخدها منه برضو عادي يعني بتعمل ستايل حلو كده في الشعر. من احلى الحاجات بقى اللي جبتها واللي جدا مبسوطة قوي بيها. واللي بجد فعلا انصحكم بيها. لو انتم عايزين تغيروا موتكو في ثانية. وتتعلقوا كده بفكر زي انتو تقوموا تاني يوم الصبح. عارفين? انتصحين عشان تعملوا حاجة حلوة لنفسكم. وهي ان انا جبت موج جديد. تخيلوا قد ايه ممكن حاجة بسيطة زي كده تفرق في نفسيتكو قوي. بصوا قد ايه شكله شيك بشكل مش طبيعي. انا في النهاية قلت ده حجم طبق شربة يعني هو الى حد ما كبير. بس انا مش قادرة اتجاوز شكله بجد شكله يجنن. طحفة والتزاين بتاعه. حس ان هو قريب قوي قوي من شخصيتي. كل حاجة انا بحبها موجودة في الماك ده من اول لون اللي هو الوفويت اللي هو مش ابيض صريحة هو اوفويت. للتفاصيل اللي هي باللون الاسود للورود اللي موجودة في الماك. كله. كل التفاصيلة فيه كانت عجباني. فاجبته. عشان كل يوم الصبح اخد القفتات فيه او نسكة فيه او شاي بلابا عادي يعني. المهم هي ان انا اشرف فيه حاجة انا بحبها واستمتع كده بوقتي واستجم وافصل وبعد كده نقوم نواجه الحياة كلنا سواعيد. ده بجدم احنا الحاجات اللي عجبتني وشدتني واول ما لقيته في فشي على طول طلب. جبت شوية بقى حاجات للاسكين كير بس خلينا اقول لكم الاول على السيروم ده بتاع الشعر. ده انا جبته لنيلي وزوزو عشان هو عطاق ان هو منسب من دي وان ودلوقتي نيلي بقت سنة وثلاث شهور. فانا كنت عايزة لهم سيروم بصراحة يهدلها يشان شوية معنا في الصيف. في نفس الوقت يبقى خفيف على الشعر. فقرأت المقونات بتاعت السيروم ده عجبتني اوى ارجان اويل روزماري اوليف اويل. فعجبني يعني بشكل عام. فطلبته لهم بس انا اصلا كده اللي كان كنت بطلب اردن لنفسي اساسا يعني بس لقيته كده فقلت لما جيبه كمان في السكة. جبت كمان رول ان. وجبت كمان السيروم ده ده في ريتينول وفي نيسينا ميد. وانا مش هدخل اوى في تفاصيل حاجات بتاعت الاسكنكير. انا بس هقول لكم انا جبت كزا وجبت كزا. عشان الحاجات دي بتبقى محتاجة شرح وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. هو اولا بتحكم شوية في افراز الدهون. وانا بشرتي بجد فضيعة في الصيف. وبتعرق وبتبقى اويل جدا. فكان لازم اجيب حاجة شوية كنترول الموضوع ده من غير ما يبقى برايمري. من غير ما يبقى حاجة تبعي الميكوب. فاهمين ازاي انا عايزة حاجة استخدمها تشتغل على موضوع بتحكم في افراز الدهون ده شوية. وريتينول طبعا عشان التجايد انت عارفين. بس دي يعني هو كل مكونات بجد شدتني اوي. فده برضو قلت لما هدخله يعني عندي سيروم بيخرص كده اول ما يفنش على طول هجرب ده. جبت كمان ده خاصة كمان ان هو فيه مادة مهمة او بتشتغل عن نهاية كمان تهدي البشرة عشان انا بشتي من الحر ومن الصعد ومن الرطوبة والحاجات دي بتضرب بقى حبوب وبتحمر جدا وبتلتهب جدا وبقاش حتى قادر ان انا هلمسها. فجبت حاجة تديني حماية من الشمس وفي نفس الوقت كمان تديني تهدئة للبشرة او زي كولنج افكت كده. جبت ده متحمسة او ان انا اجربه. لانه بيبقى سهل او في الاستخدام ما بياخدش مكان في الشنطة تقدري في اي وقت ان انت تجددي بتاعك لو انت متعرضة للشمس الفترة طويلة. فهو كله مميزات بصراحة بالنسبالي. فجبتوا بقى عشان يبقى معي على طول. برضو هجربه يعني اقول لكم ايه اخبار وهل فعلا عملي معايا ولا لا. هل بيمسح الميكا باللي تحته ولا لا. هنتكلم في كل التفاصيل دي بس بالتفصيل ان شاء الله في فيديو تادي. جبت كمان سيروم جديد من كابكسي اعتقد ده للرموش والحواجب. انا قريدي خلاص فتحته. انا مش اقدر اديكو اي خلفية عنه خالص عشان حاجاتي بتاخد وقت وانا يضوب لسه مستخدمية مثلا بقى لي ثلاث او اربع ايام. بس كله اقدر اقوله لكم ان اكتر حاجة عجباني فيه. ان انا بجد اجربت الفترة اللي فاتت اكتر من سيروم ويقد قلو سيروم وفي كزا وفي كزا. بس انتي تيجي تحطيها على عينك تحس انتي حتى زيت. وبيدخل على العين كده بيحرقها وما بيقاش رطيف خالص. فالحلو في ده انه هو فعلا فعلا سيروم يعني زي ما هم اكتبين عليه. وكمان بينشف على طول بسرعة ومش بيحرق عند العين. فدي بالنسبالي كانت اهم حاجة. وطبعا الحاجات دي بتاخد شوية وقت في التجربة. بس انا محب فكرة اصلا ان احنا نهتم بالرموش وبالحواجب على طول. عشان حتى تأثير الميقب عليها ما يضعفهاش ويخليها تقع. يعني حتى لو مش هيديك نتيجة ومش هيطول الرموش ومش هيطقل الحواجب والكلام ده كله. على الاقل هيحافظ على الرموش والحواجب اللي موجودين. جاني بقى جفت مع الوردر بتاع السكين كير اللي هي السامبل دي من الغسول ده. فانا برضو متحمسة قوي ان انا اجربه. كويس يعني عشان لو عجب ما قادر اجيب منه الفول سايز وانا ضميري مرتاح. نكمل بقى الدلع بتاعنا. جبت حاجتين في الميقب بس هم مش ميقب هم الميقب. جبت اول حاجة اللي هي دي عشان تخلي كمية ومساقحة كبيرة مرة واحدة وننجز في الميقب بتاعنا ونعمله على طول. عشان على طول على طول ما عندش وقت لأي حاجة ونتمى حياتي سريع جدا. طب ابقى عايزة اي حاجة تنجز معي وقت وجهده وكل حاجة حتى في الميقب يعني. فجبت اللي هي دي عشان حجمها كبير قوي كده فاللي هو ايه تاخد مساحة كبيرة كده على طول نسبت بيها بقى اي حاجة احنا عايزين نسبتها. وجبت كمان الفرشة دي. بصوا قد ايه بجد جميلة انا بحب قوي الفرشة اللي بيبقى البوز بتاعها عامل كده. بلاس كمان هي حجمها صغير قوي. انا اكشفت لما بحط الميقب بفرش حجمها كبير بحيس ان يبتاكل ملامحي. ومش بتديني الميقب اللي انا عايزاه. انما كل ما صغرت في حجم الفرشة وكل ما جايت محددة اكتر. كل ما بقدر احط بيها الميقب بشكل احلى يعني. فجبتها اولا عشان الزين بتاعها انا بحب الزين ده قوي. وجبتها كمان عشان هي حجمها صغير. في حلوة قوي. حصلت لي شوية حاجات مش لطيفة خالص الفترة اللي فتت من ضمنهم ان دوافري كلها تكسرت. يعني فجأة واحد وردتاني عمانين يتكسروا. فجبت دوافر بقى يعني الفترة دي عشان عندي تصوير ميكب وعندي شوية حاجات كده لازم خلصها. فجبت الضوفر دي. بتاع تشي ان. ودي اللي هي من كس. يا بني اوي ستايلهم يعني انا مش عايزة شكل اوبر ولا اي حاجة انا عايزة بس الضوفر يبقى شكلها لطيف. فجبت الاتنين دول وجبت لهم كمان اللي هو عشان انا مش بحب بقى ايه اضعف ضوفري اكتر ما هي ضعفانة اساسا لو عادة احط في امير او اللي بيجي معه وكده ويقزي ضوفري اكتر لا انا ببقى برضو في ان هي عايزة حافز عليها. بس عايزة يبقى شكلها حلو مسلا في التصوير او لو عندي خروجة مهمة. فجبت لها بقى الضوفر وما اتنين يعني مع بعض. بس الحقيقي في شوية حاجات تانية متعلقة اكتر بالنظافة ومتعلقة بحاجات البيت يعني. بس انا شايفة الدلعة اللي في الفيديو ده ما احتملش ان احنا نكمل بقى حاجات للنظافة وكده. ولو انه والله شوية حاجات كيوت برضو. يعني فرش للتنظيف. وحاجات كده هتنفعنا برضو. تقومي تعملي روتين كده نشجع بعضينا. ده والله شوية كيوت اوي حلوة اوي. بس خليني افرقوا عليها في فيديو تاني ان شاء الله. نبقى قرد بنعمل روتين. يعني حتى لو فرقتوكو عليها ممكن نقوم نستخدم شوية منها يعني. وبس كده دي كده كل الحاجات اللي انا اشتريتها. وبجد متحمسة ان انا اتجربهم كلهم عشاناها مبسوطة حرفيا بيهم كلهم. عارفين فيها وقت كده بنجيب حاجات او تطلبي او حاجات وتحس ان انت مش مبسوطة بيها او مش داي توقعاتك. لكن انا الحمد لله مبسوطة بكل الحاجات دي. مبسوطة ان انا جبتهم لنفسي وبسطت نفسي ودلعتني. وليه بقى دلوقتي تحت في التعليقات انا حمستوكو تنزلو تشتيرو ايه? واشوفكو ان شاء الله في الفيديو اللي جايه على خير. سلام.